نصبع لحضراتكم مرة تانية في صباح الخير يا مصر وزي ما احنا متعودين بنبدأ أولى فقراتنا بما حدث بالأمس من أخبار ونبدأ من مؤسسة الرئاسة لأن مبارح السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي عقد اجتماع الاجتماع ده كان في غاية الأهمية لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات استصلاح الأراضي على مستوى الجمهورية خاصة مشروعات البلتة الجديدة وشرق الواينات وتشكة وصعيد مصر كمان نوجه هاسياته بتوفير كل عناصر النجاح لتلك المشروعات ده بالتوازي مع حوكمة الإدارة والتشغيل علشان نقدر نحقق الطاقة الانتاجية القصوى من هذه المشروعات اجتماع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة واللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني والعقيد طيار بهاء الدين الغنام مدير مشروع مستقبل مصر المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية صرح بأن الاجتماع تناول استعراض الموقف التنفيذي لمشروعات استصلاح الأراضي على مستوى الجمهورية خاصة في إطار الدلت الجديدة وشرق العوينات وتشكة وصعيد مصر وقد اطلع السيد الرئيس في هذا الإطار على تطورات المراحل الحالية والمستقبلية لمشروع مستقبل مصر في إطار الدلت الجديدة فضلا عن تفاصيل سير العمل بمكونات المشروع من طرق ومحاور وآبار مياه ومحطات معالجة للمياه وشبكة تغذية الكهرباء من خلال محطات كهرباء الدلت الجديدة وقد وجه السيد الرئيس بالاستمرار في توفير كافة عناصر النجاح لتلك المشروعات بالتوازي مع حوكمة الإدارة والتشغيل بهدف تحقيق الطاقة الإنتاجية القصوى المخططة وذلك كمبدأ عام أساسي لجميع المشروعات التنموية على مستوى الجمهورية وأضف المتحدث الرسمي أنه تم أيضا استعراض الموقف التنفيذي لمشروع استصلاح الأراضي في محافظتي ألمينيا وبني سويف بما فيها الأعمال الجارية في البنية الأساسية من إقامة محطات الرفع الداخلية ومد خطوط المياه والطرع والمخصصات المائية والتغذية الكهربائية بالإضافة إلى مستجدات العمل بمشروع الصعوب الزراعية في قطاع اللاهون على محور أسيط الغربي جنوب الفيوم وتم كذلك عرض الموقف التنفيذي الخاص باستصلاح الأراضي الزراعية في منطقة شرق العوينات حيث وجه السيد الرئيس بتدقيق الدراسات في منطقة شرق العوينات نظرا لطبيعتها الجغرافية ونوايات التربة والتضاريس الجغرافية والمناخ ومصادر المياه المتاحة مع انتقاء أفضل المحاصيل التي يمكن زراعتها في المنطقة بما يتماشى مع تلك العوامل كمان برح كان في مجموعة من الأخبار المهمة وأبرزها نفي الحكومة إصدار قرار بتكفيف بحيرة فطناص في واحد سيوة والتأكيد على انخفاض مناسيب المياه هي السبب في تنفيذ عدد من الإجراءات لتطوير منظومة الري والصرف بواحد سيوة كمان برح وزارة التخطيط أصدرت التقرير السنوي لإنجازات الخدمات الحكومية الإلكترونية أخبر تانية نعرفها في سياق التقرير اللي جاي في مجموعة من الأخبار المهمة اللي حصلت إمبارح منها نفي الحكومة إصدار قرار بتكفيف بحيرة فطناص في واحد سيوة وقال المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أن انخفاض مناسيب المياه ببحيرة فطناص بسبب تنفيذ عدد من الإجراءات لتطوير منظومة الري والصرف بواحد سيوة لحل مشكلة زيادة مياه الصرف الزراعي اللي تسببت في ارتفاع مناسيب المياه الأرضية بالأراضي الزراعية بالواحة وأكد المركز أنه بمجرد انتهاء أعمال التطوير هترجع مرة تانية مناسيب المياه تدريجياً إمبارح تلقت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية التقرير السنوي لإنجازات تطوير الخدمات الحكومية والبنية المعلوماتية وقالت وزيرة التخطيط أن تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين وتأسير الحصول عليها بيعتبر من الأولويات اللي بتحرص عليها الدولة والحكومة شغالة عليها بكل جدية وقالت كمان أنه الهدف الرئيسي لرؤية مصر 20-30 هو رفع كفاءة جودة حياة المواطن المصري كمان إمبارح حذرت هيئة الدواء المصرية من وجود عبوات مغشوشة من دواء موضات حيوي يسمى ميجا موكس والهيئة قالت أنه التحذير ده جي بناء على مورد للهيئة من الشركة صاحبة المستحضر عن احتمال وجود عبوات مغشوشة منه بالسوق نروح لجولة أخبار المحافظات اللي معنا فيها في الحقيقة مجموعة من الأخبار المهمة اللي حصلت إمبارح في محافظات الجمهورية المختلفة أبرزها تحليق 20 رحلة بلون طائر في سماء الأقصر ويمكن دي من أهم الحاجات السياحية اللي بتميز الأقصر تحديدا كمان فيه إعادة طرح 87 محل بصور أستاذ طانطة الرياضي كحق انتفاع لمدة بتتراوح لثلاث سنوات كمان فيه إنشاء محاطة المياه المطورة بقرية الصامعة في سهاجة بتكلفة بتقدر ب82 مليون جنيه وأخبار تانية هنعرفها 82 مليون و142 ألف جنيه تحديدا وأخبار تانية هنعرفها من خلال التقرير التالي محافظات مصر شاهدت إمبارح أخبار وأحداث كتيرة البداية من الأقصر اللي شاهدت تحليق 20 رحلة بلون على متنها حوالي 480 سائح مصري وأجنبي من حول العالم في الغربية تم إعادة طرح 87 محل بصور أستاذ طانطة الرياضي كحق انتفاع لمدة ثلاث سنين وده من خلال مزاد علني طبقا لأحكام القانون في الشرقية أكد الدكتور إبراهيم محمد متولي مدير مديرية الطب البيطاري إنه في إطار الحملة القومية للتحصين ضد مرض التهاب الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع واللي بدأت أعمالها في 14 يوليو 2022 قامت المديرية عن طريق 180 لجنة بتحصين 337 461 رأس ماشية في سهاج شاهدت قرية الصوامع الشرق مركز أخميم لانتهاء من مشروع إنشاء محطة المياه المطورة بتكلفة 82 مليون و142 ألف جنيه وده ضمن مشروعات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر في الوادي الجديد صدق المحافظ اللواء محمد الزملوت على فتح تخصص طاقة شمسية بمدرسة موت الثانوية الصناعية التبعة لإدارة الدخلة التعليمية وده في إطار توجه الدولة نحو ترشيد استهلاك الكهرباء والتوسع في استخدام مصادر الطاقة النظيفة والمتجددة فأسوان الدكتور إيهاب عماد حنفي وكيل وزارة الصحة قال إنه تم تنظيم قافلة طبية شملت مختلف التخصصات الطبية والعلاجية والتوعوية وتم إجراء الكشف الطبي على 2290 مواطن بالمجان وتقديم مختلف الخدمات العلاجية في عدد من التخصصات الطبية في شمال سينا أعلن مجلس مدينة الشيخ زويد أسماء دفعة جديدة من المواطنين اللي هيتم صرف تعويضات ليهم وعددهم 47 مواطن التعويضات دي بتخص بعض المباني المتضررة المستحقة للصرف واللي موجودة في نطاق مركز ومدينة الشيخ زويد في البحر الأحمر أعلن اللواء حامد أحمد رئيس مدينة راسغارب تطبيق نظام العلاج عن بعد بمستشفى راسغارب المركزي وقال إن تقنية العلاج عن بعد بتتيح فرصة التواصل بالصوت والصورة مع أكبر الأسدزة الاستشاريين بجميع المستشفيات الجامعية لإجراء الكشف والتشخيص السليم وتحديد العلاج